تفقد المهندس زهار خزية موزير النقل مشاريع ربط السكك الحديدية بالمدينة الصناعية بحسيا وإنشاء المرفأ الجاف فيها شرقا في البادية الممتدة بين حمص وخنيفيس وشنشار وصولا إلى حسيا ويؤمن إنشاء مرفأ جاف في حسيا الصناعية على مساحة تسعمائة وثلاثة آلاف متر مربع نقل ثلاثة ملايين طن في المرحلة الأولى ستة ملايين طن في المرحلة الثانية وعشرة ملايين طن في المرحلة الثالثة هذا ويعتبر هذا المرفأ امتدادا للمرافئ البحرية وخدمتها ولكافة نقاط الإنتاج والعمل المختلف المربوطة السككيا الأمر الذي من شأنه الإسهام في تخفيض تكاليف إنتاج السلع والمنتجات تشجيع وتسريع التصدير بما ينعكس إجابا على الاقتصاد ومتطلبات الصناعيين والمستثمرين والمجتمع بشكل عام